السلام عليكم قبل ما أبدأ أحكيكم عن اللي صار اليوم جلسة مجلسة الوزراء خلوني أعطيكم خبر سفر السيد رئيس مجلسة الوزراء يوم غد يوم غد سيتوجه السيد رئيس مجلسة الوزراء على رأس وفد حكومي كبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على أو تلبية لدعوة رسمية من البيت الأبيض وسيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم عشرين من هذا الشهر الوفد الحكومي الوزاري كبير سيتم بحث أفق التعاون في مجالات الأمن والصحة والطاقة والاقتصاد ومن ضمنه الاستثمار الوفد أيضا يضم أكثر من عشرين خبير هذا الوفد برئاسة دكتور فؤاد حسين وزير الخارجية سيلتقي بالوفد المقابل من الجانب الأمريكي لإجراء المرحلة الثانية من المباحثات من الحوار الستراتيجي متوقع لهذا التعاون بين العراق والولايات المتحدة أن يؤتي ثمارة وفق مبدأ المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم وسيد رئيس الوزراء أكت في بداية الجلسة على امتلاك الشجاعة من أجل محاربة البيروقراطية على اعتبار أن البيروقراطية في مؤسسات الدولة قاتلة لمعظم المشاريع والكثير من المشاريع المهمة في الوزارات وفي المؤسسات العراقية نتيجة لبيروقراطية تعودت عليها الدولة العراقية منذ الزمن تتأخر وتتلك لذلك وفق القانون عدم التعسف باستخدام القانون هذه التوصيات التي أبدأها سيد رئيس مجلس الوزراء إلى الوزراء لا تتعسفوا باستخدام القانون يجب استثمار أي منفذ أي مرونة قانونية موجودة بالقانون من أجل تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية مجلس الوزراء اليوم أقر عدة قرارات مهمة قبل جلستين إذا تذكرون مجلس الوزراء أقر تعيين بحدود ألفين طبيب خريجي كليات الطب العام اليوم مجلس الوزراء أقر تعيين ذوي المهنة الصحية والطبية بناء على توصيات لجنة وزارية شكلت في جلسة سابقة لمجلس الوزراء وقرر تطبيق قانون تدرج ذوي المهنة الطبية والصحية رقم 6 لسنة ألفين وتعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم القانون آنفا وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات اللازمة لإكمال النقص من الموازنة لكن هناك شرط لهذا التعيين وهو سيتم تعيينهم والمباشرة بعد توزيحهم جغرافيا من قبل وزارة الصحة إقرار موازنة ألفين وواحد وعشرين سيتم مباشرتهم لكن تم اتخاذ القرار بتعيينهم وستبدأ وزارة الصحة باستلام طلباتهم ودراسة ملفاتهم قانونية بنفس السياق ونفس توصيات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض قرر مجلس الوزراء إطلاق الوثائق لخريجي كليات المجموعة الطبية والصحية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الكبيرة للأطباء حاليا لذلك يزود الأطباء بالوثائق بعد جلبهم تأييد مباشرة بالوظيفة من وزارة الصحة بعد أخذ التعاخد والكفالة القانونية على الخدمة في وزارة الصحة وحسب ما جاء في قانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية والصحية رقم ستة لسنة 2000 وتعديلات ذات العلاقة وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016 فقرة ثانية أيضا في حال عدم تعيين الأطباء من قبل وزارة الصحة بعد مرور سنتين على التخرج فيتم تزويدهم بالوثائق الدراسية دون قيد أو شرط هذا فيما يخص تعيين ذوي المهن الطبية والصحية ناقش بالإضافة مجلس الوزراء تعرفون حملة الشهادات العليا اللي كانوا تظاهراتهم هي الشرارة الأولى لتظاهرات تشرين كان مجلس الوزراء مهتم جدا بهذه الفئة وهناك لجنة شكلت قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإيجاد الحلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا الاستيعاب هذا راح يأتي على خطين بناء على أو مسارين المسار الأول هو استيعاب ما يمكن استيعابه منهم في الكليات والمعاهد الأهلية بناء على دراسة ستقدمها وزارة التعليم العالي حصر الدرجات الوظيفية اللي ممكن أن توجد في هذه المعاهد والكليات الأهلية بشرط الالتزام بأن يكون لكل طالب 25 طالب أستاذ جامعي هذا المعيار الدولي القانوني للتعي أو لطبيعة الدراسة وكفاءتها وأن تصل مستوى التدريس كل 25 طالب يجب أن يكون لها أستاذ هذه اللجنة في وزارة التعليم العالية ستدرس هذا الموضوع ويمكن إيجاد عدد كبير من الدرجات الوظيفية في الكليات والمعاهد الأهلية لحملة الشهادات العلية هذا المسار الأول المسار الثاني في موازنة 2021 درجات الحذف والاستحداث في هذه الموازنة سيخصص جزء كبير منها لحملة الشهادات العليا من أجل استيعاب أكبر عدد منهم بعد إقرار موازنة 2021 موضوع التعيين بالدولة العراقية رغم صعوبتها رغم الشحة المالية الموجودة حاليا رغم الترهل الكبير الموجود في مؤسسات الدولة نتيجة سوء التخطيط استثمار هذه القضية سياسيا من قبل في الفترات السابقة رغم كل هذه الظروف لكن هذه الحكومة الجادة في إيجاد منافذ قانونية باعتبار خلق فرص العمل أولا هذا حق دستور المواطن العراقي والتعاطف الكبير والاهتمام الكبير من هذه الحكومة من أجل رفع المعاناة عن كاهل هذه الفئات التي تطالب بفرص عمل فضلا عن فرص عمل أخرى في مجال القطاع الخاص تسعى الحكومة من أجل توفرها مشكلة الكهرباء وما عانى المواطنين هذا العام بالتحديد وهذا الصيف للتحديد ذكرت بالمؤتمر السابق هذا الاهتمام الكبير لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعت فيها حكومات سابقة والاستعداد لموسم الصيف القادم من الآن لذلك اليوم مجلس الوزراء أعطى صلاحيات استثنائية لوزير الكهرباء ربطا بالحديث الأول الذي يتحدث به سيد رئيس الوزراء بتجاوز البيروقراطية سيد وزير الكهرباء شكى أنه كتاب واحد ممكن بين وزارة ووزارة يتأخر ثلاثة أو أربعة أشهر ممكن ينتهي الصيف دون أن أستطيع أن أقدم شيء لذلك مجلس الوزراء تفهم حاجة وزارة الكهرباء لهذه الصلاحيات وقرر الآتي أولا تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 48 لسنة 2019 وأن تناطي الصلاحية فيه للوزير حصرا والمناطق والقطاعات كافة هذا القرار أعطى صلاحيات لمدير في الوزارة في منطقة من المناطق العراق الآن هذه الصلاحيات تعطى للوزير حصرا وفي جميع المناطق والقطاعات التي تشمل وزارة الكهرباء ثانيا إكمال توقيع العقود المتعلقة ضمن الموازنة وتخويل وزارة المالية إكمال توقيع الاتفاقيات الخاصة بالقروض الممنوحة لوزارة الكهرباء ثالثا منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر استثناء من الضوابط المحددة من قبل وزارة التخطيط وهذا الجهد إن شاء الله سنشوف نتائج بداية الصيف القادم عندما تكون وزارة الكهرباء مستعدة لصيانة الشبكة الكهربائية كي لا يمر المواطن بما مر به هذا الصيف قرار مهم أيضا لمجلس الوزراء اليوم فيما يخص المجال النفطي حيث قرر المجلس أولا الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61 أولا 80 البنت ثانيا من الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمان العامة لمجلس الوزراء ثانيا إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل في وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات وتحديد قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة تمهيدا لفك ارتباطها من وزارة النفط وتمليكها للشركة موضوع البحث دون بدل انسجاما مع أحكام المادتين خمسة على واحد وخمسة على سبعة من قانون شركة النفط الوطنية مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مشروع القانون المذكور آنفا قرار آخر أيضا مهم ويتسق مع نهج الحكومة في موضوع المنافذ الحدودية ورغبتها بأن تكون آلية العمل في هذه المنافذ آلية منتجة سيطرة على جميع الموارد التي تأتي للحكومة من المنافذ الحدودية قرر المجلس أولا مشروع توحيد ساحتين الإخراج القمرقي لميناء أي انقصر الشمالي والجنوبي وجعلها ساحة واحدة تحت مسمى ساحة الترحيب الكبرى لموانئ انقصر ثانيا قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة بالموانئ بالالتزام بتوحيد الإجراءات من خلال العمل داخل ساحة الكشف القمرقي الموحدة ضمن مشروع ساحة الترحيب الكبرى لموانئ انقصر طبعا أكيد المجلس استمع إلى تفصيل واضح وحول سيد وزير الصحة إلى الوضع الحالي للجائحة وكيفية تجاوز المشاكل التي يمكن تعارض عمل وزارة الصحة والكادر الطبي والصحي لها وكيفية السيطرة على عدم انتشار هذا الوباء ومعرف بشرنا وزير الصحة اليوم قال أنه رغم نسبة الإصابات الزايدة لكن اليوم نسبة الشفاء كانت واضحة عدد المتشافين كانت أكثر بكثير من عدد المصابين هذا مجمل ما دار اليوم بالجلسة أكون سعيد بالاستماع إلى سيلتكم قانون الانتخابات من خلال اللجنة القانونية في مجلس النواب أكدت لحد الآن هناك خلاف على هذا القانون ولا يوجد توافق بين الكتل ما هو موقف الحكومة في حال عدم تمرير هذا القانون الأمر الآخر هناك نية في مجلس النواب للتصويت على قانون الخدمة الإلزامية كيف سيكون تعامل الحكومة مع هذا القانون ومن هي الفئات العمرية المشمولة شكرا السؤالي من اختصاص مجلس النواب لكن أنا أقول لك موقف الحكومة أعيد أو أكرر موقف الحكومة من موضوع الانتخابات الحكومة حددت للموعد وهي مستعدة واطلعتم على الاجتماع الأخير الموسع لترأس السيد رئيس مجلس الوزراء بمفوضية الانتخابات وبعض الوزارات وأكد على قدرة الحكومة على إقامة الانتخابات بهذا التوقيت موضوع القانون خاضع لنقاشات سياسية داخل مجلس النواب على مجلس النواب أن يحسم أمره سريعا كي تكون المفوضية والحكومة على الطلاع تام على الخطوات الواجب باتخاذها وفق القانون من أجل إجراء الانتخابات في موعدها إذا كان هناك نقاش حول هذا الموضوع في مجلس النواب في الحكومة اللي حد الآن تعرف أن هذا القانون لازم يعني مشروع قانون يقر مجلس الوزراء ويرسل إلى مجلس النواب لا حديث حول هذا الموضوع داخل أروقة الحكومة بتاتنا عبد الله بدرام من قناة الميادين هناك وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية فواد حسين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك كما ذكرت حضرتك سيكون هناك وفد عراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا الوفد هو كله برئاسة رئيس الوزراء لكن الجولة الثانية من الحوار الستراتيجي ستكون برئاسة الدكتور فواد حسين وزير الخارجية في مقابلة وزير الخارجية الأمريكي وطبعا أكيد مع الوزيرين الخبراء نفسهم اللي أداروا الجولة الأولى طيب السؤال هو هناك لقاءات سياسية حصلت بين رئيس الوزراء وقوى سياسية عراقية ومثلة هل تملك الحكومة التفويض الكامل للتفاهم مع الجانب الأمريكي هل لدى بغداد مثلا فكرة واضحة في التفاوض بجدولة انسحاب القوات أو ببقاء القوات أو بالمصلحة التي تقتضيها هل تملك هذا التفويض أم تتفاهم ومن ثم تعود لتطرح الأمر في مجلس نواب العراقي مرة أخرى ابتداء هذا الأمر هو كصلاحية دستورية ومصلاحية الحكومة العراقية لكن هذا لا يعني أن الحكومة وبشخص رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ممكن أن يتخذ قرارات السراتجية بهذا المستوى دون التشاور مع القوى الوطنية من أجل جمع الآراء المختلفة والنقاش وكان إلى لقاء مهم يعني عدة لقاءات واحد منها اللقاء مهمة زعماء الكتل السياسية من أجل تبادل الأفكار حول طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تلك العلاقة التي تربطنا بها اتفاقية إطار ستراتيجي وكانت المرحلة الأولى من الحوار الستراتيجي قد أقرت باتفاق الطرفين على التزام الطرفين بتحديد جدول زمني لعادة انتشار هذه القوات من المرحلة الأولى المرحلة الثانية التي ستكون في الولايات المتحدة بالمناسبة لم تكون الأخيرة لا تتصوروا أن جولة ثانية للحوار الستراتيجي ستأتي بنتائج حاسمة ونهائية ستتبع هذه المرحلة جولات أخرى من أجل الوصول إلى ما ينفع البلدين وفق رؤية وطنية عراقية مصلحة الشعب العراقي والمصالح المشتركة بيننا وبين دولة مهمة ودولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية السلام عليكم عليكم محمود المشهداني من صحيفة أسهل يابانية السيد الكاظمي توعد بملاحقة ومحاسبة الفاسدين في كل مفاصل الدولة اليوم المواطن يسأل هل سيحدث تغيير في مفردات الحصة التموينية أو على الأقل توزيعها في موحدها المقرر الذي هو كل شهر شكرا جزيلا مفردات البطاقة التموينية مفردات لا تليق بالمواطن العراقي ولا تليق بمستوى الخيرات اللي يمتلك هذا البلد هناك رؤية تتم دراستها الآن لاستثمار المبالغ الهائلة الكبيرة تصل ما بين 3 إلى 4 مليار دولار سنويا من أجل تأمين مفردات البطاقة التموينية هناك لجنة طبعا بتوجيه من السيد الرئيس الوزرات شكلت لدراسة آلية معينة قد تنتج هذه الآلية القرارات لحد الآن مظاهرة لهذه اللجنة قد تنتج حجب الحصة التموينية من الميشورين ماديا حجب الحصة التموينية عنهم من أجل هذه المبالغ التي تحجب تحسين البطاقة التموينية ومفردات البطاقة التموينية لذوي الدخل المحدود وفق سياقات معينة ومعايير معينة من تكمل الدراسة يمكن راح تطلعون عليها ويقرها مجلس الوزراء لكن الدراسة بدأت وهناك اهتمام كبير من السيد الرئيس الوزراء في هذه القضية من أجل توفير مفردات بطاقة تموينية لمن يحتاجها وللمعوزين ولذوي الدخل المحدود تحية طيبة محمد جليل من قناة الجزيرة سيد أحمد يوم أمس ترددت أنباء من قادة من سياسين من الخط الأول أو مقربين من الخط الأول بأن هناك اجتماعات جرد في العاصمة العراقية بغداد هناك وفد إيراني برئاسة قاءاني وصل إلى بغداد واجتمع بمسؤولين عراقيين كبار هذا الأمر يذكرنا بموعد بالزيارة التي كان هناك سيد الكاظمي القيام بها إلى السعودية قبل الزيارة بيوم واحد كان وزير الخارجي الإيراني موجود في بغداد هل هناك رسائل ربما سيحملها الرئيس الحكومة معه إلى واشنطن؟ هذا من جانب من جانب آخر هناك أنباء ترددت عن قيام السيد الكاظمي بعقد اجتماع مع قادة سياسيين ومن ضمنهم قادة في فصائل الحجد الشعبي وفصائل المقاومة الأخرى باستثناء فصيل واحد هذا الاجتماع أيضا تزامنا قبل الزيارة إلى واشنطن تعليقكم على ذلك شكرا محمد هنا لا أجيب على تسريبات صحفية ولا أجيب على أسئلة افتراضية اللي أريد أكثر موقف الحكومة العراقية اللي لطالما عبرت عنها في منهجها الحكومي عبرت عنها في كلمات سيد رئيس الوزراء يمكن نحكي به هنا بالمؤتمر الصحفي نهجها تدعم كل جهد لاستقرار المنطقة خارج سياسة المحاور لا تعترف بسياسة المحاور ولن تنظم ولن تجر العراق للدخول في أي محور موضوع اللقاءات كل القوى الوطنية لها الحق أن تبدي رأيها فيما يخص العلاقة ببلد ما أو دولة ما رئيس الوزراء حريص على التواصل رغم امتلاك القرار والصلاحية لكنه حريص على التواصل مع جميع القوى السياسية المؤثرة من أجل بلورة رؤية عراقية وطنية ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية بل مع جميع الدول وخاصة في القضايا الستراتيجية التي تشهد جدل سياسي عراقي في التواصل الموجود ورئيس الوزراء حريص على الاستماع إلى كل أراء رغم احتفاظه بصلاحيته باتخاذ القرارات كرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم أستاذ أحمد سيف الدين الإبراهيمي قلات الحدث اليوم الكل يعرف موقع محافظة بابل الجغرافي وحتى التاريخي لكن ما زالت هذه المحافظة تعاني اليوم من الإهمال وحتى من نسبة للمشاريع والخدمات وبيع المناصب أيضا وحتى أعطاء المناصب بالوكالة متى سيتم معالجة هذه المواضيع وخاصة بيع المناصب وحتى أعطاء المناصب بالوكالة شكرا لك الظروف في بابل لا تختلف عن محافظات أخرى الوضع بالبلد معروف ومشخص من قبل الجميع وهذا الموضوع محل اهتمام لهذه الحكومة موضوع محاربة الفساد موضوع تطوير البنى التحتية موضوع تسهيل الإجراءات الاستجابة لمتطلبات الناس والمتظاهرين لا تختص به محافظة واحدة وقد يكون المقياس والمصطرة على كل المحافظات هي نفس المقياس ونفس المصطرة لا أريد أن أميز محافظة عن أخرى بالاهتمام مجلس الوزراء رئيس الوزراء عن طريق الحية التنسيقية بالمحافظات على تواصل يومي قد يكون اجتماع الهية التنسيقية الشهري لكن رئيس الوزراء على تواصل يومي مع المحافظين كل محافظة حسب حاجته وحسب الوطن اللي تحتاجه ونهج المجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء هو ما ذكرت لك يا محاولة تدليل كل العقبات أمام أي جراء من شأنه أن يخفف معاناة الناس تداء أن يقضي على الفساد سواء داخل في بغداد داخل حكومة العراقية مؤسسات الدولة العراقية أو في المحافظات محاربة الفساد وممكن أن قريبا تسمعون أخبار مهمة عن قرارات مهمة تخص فاسدين معينين ممكن أن يحالوا إلى القضاء نهج هذه الحكومة واضح وهي مصر على تطبيقه مساء الخير السيد أحمد عباس بما أننا في إطار زيارات الخارجية لسيد رئيس الوزراء أين أصبحت أو أين أصبحت مشروع الزيارة إلى المملكة العربية السعودية التي ربما تأجلت بسبب ظروف صحية للملكة السعودي هل ما زال هذا المشروع قائما؟ هل هناك قنوات اتصال ما بين الجانب العراقي والجانب السعودي ليكمالي هذه الزيارة؟ شكرا جزيلا بالتأكيد لا زالت الزيارة قائمة موعدها يتحدد حسب ظروف المملكة العربية السعودية وتعرفون أنت ذكرت بسؤالك أسباب تأجيل الزيارة قائمة وأحب أخبركم أنه بعد عودة السيد الرئيس سيد رئيس الوزراء من واشنطن هناك زيارة الأسبوع القادم إلى المملكة الأردنية الهاشمية في نفس السياق وعيد وأؤكد أن زيارة المملكة العربية السعودية قائمة لكن تحديد موعدها اختلف بسبب الظروف التي مرت بها خادم الحرمين الشريفين أشكركم وشكرا جزيلا نشوفكم إن شاء الله أسبوع القادم